اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون مشاهدي الكرام إن الله سبحانه وتعالى احتجب عن خلقه رحمة بهم إن الله تعالى احتجب عن خلقه رحمة بهم كما قال النهار لو كشفه لأحرقت سبوحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه فالله سبحانه وتعالى احتجب عن خلقه رحمة بهم في الدنيا فلم يره أحد بعيني في الدنيا ولكنه سبحانه أقام لهم الدلائل والبراهين والشواهد التي تدلهم على أن لهذا الكون إله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وفي هذه الآيات والبراهين والشواهد يقول القائل فوى عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وآيات الله سبحانه وتعالى كثيرة منها ما ذكره سبحانه وتعالى في هذه الآيات المبركات من سورة يسين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها ملعيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون فهذه الأرض وما يخرج منها من نبات آية من أعظم آيات القدرة وأعظم آيات التوحيد ومن أعظم الشواهد والبراهين التي تشهد بأن لهذا الكون إلها يقول سبحانه هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتأمل والنظر في الأرض وما يخرج منها من نبات فقال عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فهذا الماء النازل من السماء من أنزله وهذا النبات الخارج من الأرض من أخرجه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغلمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم هذا المزارع يحرث الأرض ويضع البذرة فيها ما دوره بعد ذلك ما دور المزارع في نبات النبات وكثرة المحصول وقلته ما دوره لا شيء كل ما يفعل مزارع أن يحرث ويبذر ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى فالله هو الذي ينبت سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ينبت لكم بالزرع والزيتون ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله لا إله إلا الله ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها فهذا من دلائل القدرة وأمارات التوحيد والآيات التي تشهد بأن لهذا الكون إله كذلك خروج النبات من الأرض من الآيات التي تدل الناس على أن الله يحيي الموت ويبعث من في القبور ولذلك قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلن عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لم يحيي الموت إنه على كل شيء قدير وقال سبحانه وترى الأرض هامدة فإذا أنزلن عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج على ما يدل ذلك ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كما يخرج عود النبات من الأرض بإذن الله كذلك تخرجون من قبوركم يوم القيامة بأمر الله يوم ادعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا من حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ومن آياته سبحان وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الزوجية سنة من سنن الله الكونية الزوجية سنة من سنن الله الكونية لا يشد عنها شيء من عالم النبات ولا الجماد ولا الحيوان كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فتعلمون أن الخالق أحد صمد لم يتخص صاحبة ولم يكن له ولد قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فخلق الأزواج فخلق الأزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُطْرَكَ سُدَى؟ أَلَمْ يَكُنْ أُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى؟ ثم كان علاقةً فخلق فسوى ثم كان علاقةً أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُطْرَكَ سُدَى؟ أَلَمْ يَكُنْ أُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى؟ ثم كان علاقةً فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنث سبحان الله نطفة واحدة في مكان واحد نطفة واحدة في مكان واحد ومع ذلك الخارج من المكان ومن الأصل الواحد مختلف ذكر وأنثى كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزلع ونخيل صنوان وغير صنوان يُسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فالله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى في كل شيء سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ومن آياته سبحانه وتعالى الدال على قدرته ووحدانيته والشاهد بأن لهذا لكون إله الليل والنهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح فالليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله التي تشهد بأن لهذا الكون إله ولذلك قال تعالى وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً فالليل مظلم والنهار مضيء مبصر لأن الله تعالى جعل الليل اللباس ليسكن فيه الناس ويرتاح من عناء وتعب العمل بالنهار وجعل النهار معاشا يغضو الناس فيه ويروحون لمصالحهم فجعل الشمس بالنهار فكان النهار مبصرا وجعل القمر بالليل ونور القمر أخف من نور الشمس كما هو معلوم وذلك من رحمة الله بالعباد فلم يجعل الليل أسود مظلما حالكا بل جعل فيه القمر حتى يتسنى لمن اضطر للعمل بالليل أن يرى في الليل فلم يجعله أسود حالك ولم يجعله مبصرا كالنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنة والحساب هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنة والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون فعلى كل إنسان أن يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى ويتدبر فإنها آيات ظاهرة لكل ذي عينين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر